حينما رأى الشيخ العنقري أن الشيخ عبد العزيز قد أجاد القرآن أجاد حفظه القرآن أجاد تلاوته أنابه في أن يؤم الناس في المسجد الجامع وهذا كان يعني وهو عمره 15 عام وهذا الأمر لا يحدث كثيرا قد يكون من الممكن أن يؤم المصلين صغار السل لكن ليس في الجوانا كان ملما بأعمال القضاء بحكم خبراته المتراكمة وأتى للمدينة المنورة بأمر من المنك عبد العزيز لإدارة محكمة المدينة المنورة وجميع المحاكمة المرتبطة فيه فكان هو المرجع وأيضا هو الممثل الذي يستطيع أن يعطي الوجهة الشرعية لأي وفد يأتي إلى المدينة المنورة لمقابلة علماء المدينة فكان يعني يستقبلهم ويعطيهم الوجهة أو النظرة الشرعية فيما هم يسألون عنه وجميع علماء المدينة من المدرسين والأئمة والقضاء كانوا تحت يعني نظره